أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد أن الاستفادة من النمو الاقتصادي الإيجابي المستمر منذ سنوات تتطلب تنويع ونمو الإيرادات الحكومية مشيرا سموه إلى أهمية العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال ضبط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل الحكومي بما يسهم في زيادة الإيرادات بما يخدم القطاعات الحيوية في المملكة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين ووجه سموه إلى الإسراء في تنفيذ المبادرات الكفيلة بتعزيز تنافسية اقتصاد المملكة وتدعيم البيئة التنظيمية فيها وتكاتف الجهود نحو المساهمة في خلق الفرص النوعية للمواطنين للعمل أو الاستثمار وذلك سعيا لتحقيق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الرامية إلى جعل أبناء الوطن دوما في صلب العملية التنموية وغاياتها لافتا سموه لدى ترأسه اليوم اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن المملكة وما تتميز به من بيئة جاذبة للاستثمارات وريادة الأعمال سيسهم ذلك في توفير المزيد من الفرص موجها سموه إلى تبني التكنولوجيا المتطورة في شتى القطاعات الاقتصادية ساعيا وراء الابتكار وزيادة الانتاجية كما أكد سموه على أهمية استقطاب الفعاليات الاقتصادية التي تجمع رواد الأعمال وتقدم فرصا استثمارية حقيقية وآخرها منتدى بوابة الخليج الذي انعقد في مايو المنصر وشهد حضورا لافتا من جميع دول العالم وخلال الاجتماع استعرض سعادة السيد خالد الرميحي رئيس التنفيذ لمجلس التنمية الاقتصادية الأداء الاقتصادية لمملكة البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري والانجازات التي حققها المجلس خلال هذه المدة عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات والتقدم اللافت في مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي شكلت البحرين فيها معدل النمو الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأشار إلى إنجازات المجلس في استقطاب الاستثمارات المباشرة والتي بلغت 810 ملايين دولار أمريكي حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام متخطية بذلك الاستثمارات التي تم استقطابها في مجمل العام الماضي 2017 والبالغة 733 مليون دولار أمريكي وتطرق خالد رميحي لإنجاز البحرين الأخير وتصنيفها كأفضل وجهة عالمية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالنسبة لقيمة الاستثمار للفرد الواحد وذلك من قبل مؤسسات كونوي وكذلك التصنيف الذي ناله مجلس التنمية الاقتصادية كأحد أفضل المؤسسات العالمية المعنية بالترويج للاستثمار في عام 2018 وتناول العرض الذي قدمه الرميحي كذلك المبادرات التنظيمية التي عمل عليها المجلس بالتعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة الأعمال ومن بينها قانون حماية المنافسة وقانون الإفلاس وقانون حماية المعلومات الشخصية وقانون التأمين الصحي ونظام حماية الأجور كما عمل المجلس بالتعاون مع الشركاء على طرح صندوق الصناديق الاستثماري الواحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم وتنمية المشاريع الناشئة كما أكد الرميحي على اهتمام المستثمرين الدوليين ببيئة الأعمال والاستثمار في البحرين وذلك بعد حضورهم لمؤتمر بوابة الخليج في شهر مايو الماضي الذي عرض مشاريع استثمارية فوق 26 مليون دولار أمريكي وشهد حضور أكثر من 900 مشارك وثمانين متحدثا من البحرين وجميع دول العالم حيث كان لهذا المؤتمر الأثر الكبير للترويج لأهمية ومكانت البحرين كووابة للوصول للفرص الاستثمارية ليس فقط في البحرين بل في جميع أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة